موسيقى عزيزي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة من حلقات برنامج صحتك حلقة النهاردة هتتكلم عن أسئلة المشاهدين اللي بتجلنا على صفحتنا ودي هتكون عبارة عن سلسلة حلقات في كتير من المشاكل بتقابل أعمار كتير مختلفة إيه المشاكل؟ إيه هي طرق علاجها؟ إزاي أقدر أتعامل مع أسناني؟ سواء كانت حساسة أو فيها مشاكل ده اللي هنجاوبه النهاردة مع الدكتور اللي بيشرفنا النهاردة أستاذ دكتور وجدي عبد المسيح استشاري جراحة الفم وزراعة الأسنان ماجستير جراحة الفم والوجه والفكين وزراعة الأسنان دبلوم الدراسات العليا في جراحة وأمراض الفم دبلوم الدراسات العليا في الاستعادة الصناعية للأسنان حاصل على دبلوم تقويم الأسنان بألمانيا وزميل جمعية زراعة الأسنان بكاليفورنيا بس خلونا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم تاني الأستاذ الدكتور وجدي عبد المسيح استشاري جراحة الفم وزراعة الأسنان ماجستير جراحة الفم والوجه والفكين وزراعة الأسنان دبلوم الدراسات العليا في جراحة وأمراض الفم دبلوم الدراسات العليا في الاستعادة الصناعية للأسنان حاصل على دبلوم تقويم الأسنان بألمانيا زميل جمعية زراعة الأسنان بكاليفورنيا دبلوم زراعة الأسنان من كلية طب الأسنان لوس أنجلس أمريكا زمالة الجمعية المصرية لزراعة الأسنان زمالة الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان زمالة الجمعية المصرية لجراحة الفم والوجه والفكين دورات تدريبية في زراعة الأسنان من ألمانيا وأمريكا واستراليا ودورات تدريبية في تجميل الوجه عناوين العيادات 101 شارع خلوصي شبرى 13 شارع البرازيل أمام سفارة الجزائر الزمالك تليفونات العيادات 012 28 23 9000 أو 012 28 24 9000 أو 0122 21 74 159 موسيقى موسيقى حركة زايدينت للأسنان دكتور وجدي عبد المسيح استشار جراحة وجوه فكين وزراعة أسنان وتنفيات سبتة وتنفيات متحركة وجراحات دروس عقلة مدفونة بنراحة بيجوه في أي وقت بخلال معاد مصبت موسيقى احنا هنا مركز زايدينت للأسنان المركز متخصص في جراحة وتجميل الأسنان وبالأخص في زراعات الأسنان زراعات الأسنان اللي هي العلم الجديد اللي بيعوض الإنسان سنانه بدل ما يركب قطء متحركة يركب سنان سبتة هي فكرتها ببساطة ان احنا بنحط مصمار معين أو إيمبلنت أو زراعية جوه العظمي بنسنع عليها ثلاثة شهر لستة شهر عشان تلتحم وده شكلها بيبقى زي ما هو واضح معايا في المودلة ده المريد اللي كان معنا نهاردة وعملنا له عملية الزرع لفك علوي كامل حطنا له ثمان زرعات البدايات كانت اللي احنا فتحنا لسه بعد كده بدأنا نخرم علشان نحط الزرعات اللي حطنا له في الفك العلوي تقريبا ثمان زرعات كانت العملية جميلة وسالسة والمريد كان متعاون جدا 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 والعملية طلعة فيه منتهى الجمال اللي ما خدناش أكتر من ساعة بكتير قوي من أول ما بتدينا هي ساعة إنما التحضير والتأفيل بياخدله بتاع نص ساعة زراعة الأسنان مش شرط إن احنا نستعيد عن السنان بالكامل يعني لازم أخلع سناني كلها لأ ده أنا ممكن أعمل زراعة لدرس أو درسين أو تلاتة وممكن تلات دروس أحط لهم زرعتين وأركب التلات دروس مش لازم كل زرعاية كل سنة بالزرعاية بتاعتها بنعمل لهم برجال ده بالنسبة لزراعة الأسنان عندنا في المركز كمان بنعمل حاجة اسمها تجميل الأسنان تجميل الأسنان بيشمل حاجات كتيرة قوي تبدأ بالطبيط بعد كده بالتقويم بنعمل حاجة اسمها العدسات اللاسقة للأسنان ده عبارة عن قشرة تجميلية بتلزق على السنان وده بتدي شكل جمالي بتغير لون السنة بتغير شكلها بتغير شكل المريض أو شكل الإنسان كله بنعمل مش لازم نعمل الحاجات اللي هي الفينير زياد عشان نجمل بنعمل حاجات أبسط اللي هي الهوليو دو سمايل وتتحط بنعمل حشوات تجميلية بنعمل حشو عصب بنعمل تقويم عندنا أطباء مهرة متخصصين في كل تخصص من اللي احنا تكلمنا فيها وخصوصا الاتجان والجسور اللي هي الترتيبات السابتة التجميل والطبيل كل قسم من دول ده أخصائيين متميزين وطبعا بالأخص طبعا زراعة الأسنان بالنسبة للخدمات اللي بنقديها بممكن بنقديها في منطقة شبرى أو في منطقة الزمالك عندنا فرع في شبرى وعندنا فرع في الزمالك وفرع الزمالك ده هو مركز الأكبر اللي بنعمل اللي هو فيه العيادات المجهزة والحجرات بتاعة الجراحات ومنها جراحات الأسنان أعزائي المشاهدين رجعنا لكم مرة كمان وحلقتنا النهاردة هنجاوب فيها عن أسئلتكم واستفسراتكم اللي بتجينا على صفحة البرنامج الجزء الثاني الحقيقة فيه ناس كتير بعتت تسأل عن التركيبات بتسأل عن التقويم الأنسب ليا الأنسب لسني ونصحتي وهجاوبنا على كل الأسئلة دي أستاذ دكتور وجدي عبد المسيح استشاري جراحة الفم وزراعة الأسنان ماجستير جراحة الفم والوجه والفكين وزراعة الأسنان دبلوم الدراسات العليا في جراحة وأمراض الفم دبلوم الدراسات العليا في الاستعادة الصناعية للأسنان حاصل على دبلوم تقويم الأسنان بألمانيا وزميل جماعية زراعة الأسنان بكاليفورنيا أهلا بحضرتك يا دكتور دكتور جات لنا أسئلة كتير عن مشاكل في الأسنان أنا عندي مشكلة مثلا في أسناني فيها أعجاج عندي مشكلة هل أقدر مثلا أركب تقويم في سن ما هل أنا بنتي أو ابني أقدر أحلله مشكلة سنانهم من غير ما يكون شكلهم وحش يعني بصراحة يا دكتور في أسئلة كتير جات لنا وعايزين حركة تجاوبنا عليها من أول أسئلة يا دكتور جات لنا بتقول بنتي عاملة تقويم لأسنانها بس خايفة تنظف أسنانها عشان خاطر ما تبوو يعني ما يحصلش أي تلف أو أي مشكلة للتقويم لا بالنسبة للحالات اللي زي كده تنظف بأريحية وببساطة شديدة في فرش مخصوصة للتقويم حاجات كده صغيرة ممكن تمسك الفرش ردية والبراكتس اللي محتوطة على السنان على قد الفرش ردية كل واحدة بتعملها الوحدة وبتعملها بالراحة خالص من غير عنف بغير أي حاجة وبعدين هي المفروض مع مراجعة الطبيب اللي بتروح له كل شهر أو كل ثلاث أسابيع هو المفروض بيبص على كل حاجة وبينظف وبيشيل وبيركب ويغير فهي مع الطبيب هتبقى الدنيا حلوة سؤال كمان يا دكتور بيقول أنا عملت زراعة الأسناني لكن لما باكل عليها بحس بألم بسيط إمتى أستخدم الأسنان بشكل طبيعي خالص بعد عملية زراعة الأسنان لا هو السؤال في نقطة مهمة هو بعد ما عمل زراعة الأسنان يأكل بيحس بألم لا المفروض زراعة الأسنان النجحة لها شقين نقول إن دي نجحة لا بتتحرك ولا تتألم فهي لو فيها ألم يبقى فشلت لو بتتحرك يبقى فشلت فشل زريع طب يا دكتور هل يرجع للأخصائي أو الجراح بتاعه موضوع الألم بالأخص بيبدأ من اليوم الأول للزراعة ولا ليه فترة معينة وبعدين مفروض ما حسش بأي ألم خالص لا هو عايزيني يفرق بين الألم بتاع الجراحة في الأسبوع الأول والألم ما بعد التركيب لا هو واضح إنه هو هنا خلاص بالفعل عمل تركيبة للجراحة ما بعد التركيب الأسبوع الأول من الجراحة ألم أي جراحة عادية وخط يتشال ودم وحاجات البسيطة دي ركبنا السنان وابتدى يأكل وبعد فترة حس بألم الألم ده هنعني بيحكتين يأما ألم في اللسة فيرجع للطبيب يشوف الألم ده جاي منين أو ألم من الزراعات لو الألم من الزراعات يعلم جيدا أنها أفاشلة لو بتتحرك يبقى أفاشل زريع تمام بس طيب سؤال بيقول أنا عايزة أعمل تركيبة لأسناني ومش عارفة إيه الفرق بين التركيبات السبتة والتركيبات المتحركة تمام السؤال ده سؤال مهم جدا 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 وهو ده ماذا يعني زراعة الأسنان إحنا زمان كنا بنعمل التركيبات كانت تنقصب لحاجتين تركيبات سبتة وتركيبات متحركة التركيبات المتحركة اللي هي بنستخدم فيها عضم الفك نفسه علشان يمسك السنان عضم الفك بمواد لسقة أو باللعاب اللي هي القطقم اللي بتتشاله وتتحطي القطقم اللي بتتشاله وتتحطي فوق العين دا وتلكامل ده عبارة عن بيمسك في البق بالغشاء بتاع اللعاب أو الغشاء المخاطي بتاع اللعاب بمعنى إيه؟ لما نجيب حتتين إزاز سلايدز ببتوع ونحط ببينهم نقطة مية الجدع بقى يشيلها هي دي فكرة إن الطاقم يمسك في الفك دا الطاقم الكامل الطاقم الجزئي إنه هو بستغل الأسنان بعمل عليها مشابك أو بستخدم اللسة وبستخدم المشابك بعد الفترة دي طلعت حاجة اسمها تركيبات المسبتة أو تركيبات السابتة إن أنا بعندي بس لنسنة مخلوعة فقابليها درس وبعديها درس إيه اللي أنا بعمله؟ إن أنا ببرد الدرس دا وببرد الدرس دا وأعمل تربوش هنا وتربوش هنا وأعمل كبري يتلزق يغطي السنان دي بيأكل عليه بقريحية جميلة جدا جدا وبستخدم وده يعتبر من أفضل أنواع التركيبات يعني حضرتك بترشح التركيبات السابتة بس في تحفظات على التركيبات السابتة دلوقتي لو السنان دي ما تبردتش بمهارة أكاديمية علمية صح الدكتور ما عرفش يبردها القصة التانية إنه هو لما جاي يركب المعمل ما عملوش تركيبة كويسة فعملوه تركيبة سيارة مش بغطي السنان مش راسي على لسه هيتحشر فيها أكل وخدها العيان واستعملها تحشر فيها أكل عملت ريحة سوست السنان بخلع البريدج بالسنان يبقى أنا أخسرت كل حاجة عشان كده أصبح هناك تحفظات على التركيبات المسبت يا تتعمل بحرفية وبمهارة جيدة جدا جدا أو ما تتعملش المشكلة دي حلناها بزراعة الأسنان لما اكتشفت الزراعة واكتشفت تيتانيوم قالك بدل ما أبرد الدرس ده وما أبرد الدرس ده أحط جدر صناعي في العظم اللي ما بينهم طالع منه جزء قادر أعمل عليه تربوش هي دي زراعة الأسنان ودي طبعا أفضل كتير جدا جدا من الرسك بتاع أن أبرد درس وأبرد درس فاهماني وأعمل الكبرى أساسا زراعة الأسنان اتعملت مش عشان أعمل درس واحد علشان الناس اللي هي بتعمل قطء متحركة يعني الناس اللي فقدة الأسنان الخلفية كلها وعنده أسنان أمامية هي أساسا الزراعة دي هدفها المنطقة دي مش درس الدرس ده جاي بعدين وأصبح نوع منها على الرفاهية بقى طب وليه تم ما نعمل درس اتعملت الزراعة للناس اللي عايزة قطء عاملة قطء مكان فدي الأهداف الرئيسية للزراعة عندك درس مش عايز تعمل عليه الزرع وهتعمل عليه كبرى كويس باتش بيتر أحسن بكتير طب يا دكتور يعني هل مثلا يقدر حد يعمل طقم كامل زراعة أنا لسه بقوله هون احنا الزراعة معمولة علشان دول بنعمله ازاي باجي البدايات بدايات الزراعة والأمان ان انا بقسم الفك عندي بحط بجيب ثمان زرعات بوزعهم على الفك في الفك بزرعهم جوه على حسب العظم اللي موجود على حسب الانسجة الحيوية او الأعضاء الحيوية بقسم هذه الثمان زرعات احنا ابتدنا كده في الزراعة علشان ناخدها ايه بنوع من أنواع الأمان بعد كده لما الزراعة انتشرت وجربناها وكده قالك طب ما هو تمانية كتير نعمل ستة ماشي ابتدوا يعملوا الستة لما الدنيا مشيت قوي قالك طب وليه ما اعمل حاجة اسمها أربعة اللي هي فورن قول او قولهم فور يعني اعمل اعمل اربعتشر سنة ودرسة او اتنشر سنة ودرسة على اربع زرعات بس دي مدارس وخبرات تمام قدرتك بتفضل ايه؟ بتعتمد على حالة المريض يعني لو انا عندي عضم جامد وحطت اربع زرعات كل زرعاية سبعة ملي قطرها في تلتاشر احط اربعة هتشيل ما عنديش عضم ابتدي ازود الزرعات ما عنديش عضم خالص ازود اكتر اعم فهي بتبقى عملية تقدير وخبرة الطبيب وبيتناقش مع المريض فيها وبنوصل لنتاج كل حاجة موجودة بس الانسب ليك ايه؟ ايه اللي هيعيش معك بس هي دي كل القص طب يا دكتور لو في حد مثلا عنده مشكلة في درسه وعمل بقى مشاكل كتير وعمل متعصب والدرس ده المهم في الاخر اتشال وحصل تآكل في العضم مثلا بتاع الفك اللي هيركب فيه الزرع هل يا دكتور بيتم استعواض مثلا العضم ده اللي بنقدر نزرع فيه؟ العضم الصناعي ده عبارة عن فودر معينة بكيميويات معينة بتعمل على تحفيز نمو العضم بتاع الشخص نفسه ليه استخدامات في اماكن معينة اول استخدام في زراعة الفورية لما بشيل الجدر ما بقدرش اجيب الزرعية بنفس القطر اللي هو بتاع الجدر انا بحاول بجيبه اكتر بس بيبقى فيه مسافات او فراغات ما بين الزرعية ما بين العضم فايه؟ بستخدم العضم الصناعي ده اللي انا بسدي بيه هذه الفراغات علشان تديني اكبر التحام تمام عندي حالات تانية بيبقى بحط الزرعية ويبقى واصل مثلا لو بحط في الفك السوف لي عندي العصب اللي ماشي بالعرض دوت باجي عنده وبقف فالزرعية انا عشان اقل زرعية بقى من طن ملي هلازم بيبقى عشرة ملي فالمسافة العضم عندي هنا تمانية بقى من الزرعية بتغطي فوق معريان مفيش فيه عضم اتنين ملي او تلاتة ملي فبعمل ايه؟ بقوم بغطي هذا الجزء بهذا العضم الصناعي وبغطيه بشريحة علشان بعد ثلاثة شهر بفتح بلاقي عضم تكونه الزرعية كلها اتغط العضم الصناعي باستخدمه في الفك العلوي لما بيكون عندي الجيوب الأنفية سقطة بنعمل عملية بنفتح الجيوب الأنفية بنحط فيها العضم الصناعي بعد ثمن شهور بيتكون عضم اقدر ازرع جوه جيوب الأنفية في العضم اللي انا حطه في حالات ما بيبقاش عندي فك خالص تمام الحالات دي بقى ما باخدش بقى البدرة ومش عارف ايه والكلام ده لا العضم بقى باخده باخده امام الاليا الكريست اللي هي العضمة بتاع الاليا باخد منه شريحة معينة بشكل معين بشكل الفك اللي انا عايز ازرع فيه بقى امفتح الفك رابطها بمسامير في قلب الفك ومغطيها بقى امزارع جواها بعد ست شهور بفتح بلاقي قدر احط سنانه العيان هيكل عليها فعندي عضم صناعي وعندي عضم طبيعي في بعض الاحيان موضوع العضم دوت بس عشان نسبة وانا فاتح بلقى عندي عضم زيادة عندي نطوء عضمي في الفك وانا هحط عضم صناعي الجرام بألف ومتين جنيه أو ألف ومتين جنيه ألف ومتين جنيه عندي الإزازة لو فتحتها هتتحسب علي وعلى المريض وعندي نطوء عضمي بعمل ايه باركن دي على جن وقم ماسك النطوء العضمي شايله مفتفته عندنا أجهزة مفتفته وقم حاطط أفضل عضم في الدنيا باستخدمه في الزراعة عضم الشخص اللي أنا هزرع ده بالنسبة للموضوع زراعة العضم بالكامل يما بنجيب كيوبس بنزرعها أو فك بالكامل بنزرعه أو باستقس الجزء وبحطه أو باستخدم حاجات صناعية أكيد يعني في مرضى قبل ما تخش تقول يا رب الدكتور يلاقي نطوء عضمي عشان ما استخدمش العضم الصناعي هو وحظ وقالي دكتور بيقول أنا بسمع عن استخدامات الليزر في الأسنان وعايز أعرف إزاي يمكن أني أستخدم الليزر في علاج السنان الليزر عندنا في علاج الأسنان عندنا نوعين من الليزر بنستخدمهم في طب الأسنان حاليا عندنا حاجة اسمها الصوفت ليزر وحاجة الهارد ليزر الصوفت ليزر يعني الليزر الطاري يعني إيه الليزر الطاري باستخدمه في أنسجة رخوة بمعنى بمعنى ده بعمل به جراحات اللسة يعني أنا عندي ورم في اللسة بقدر أشيله بالليزر من غير بعمل جراحة ودم وخياطة والكلام ده عندي مثلا في بعض الأحيان الأطفال بتطلع الجزء اللي هو حاجة اسمها الفرينا اللي هي الحتة دي اللي ربطة ما بين الشبهة والسنان بتبقى نزلة ما بين السنان دي صوفت حاجة رخوة بقدر بشيلها بالليزر في عندي اللحميات اللي بتبقى على درس العقل بدل ما جيب مشرط ودمه والعين بقى هينزف بلق بالليزر بدخل بقدر بشيلها في عندنا أطفال عندهم أكياز بتطلع على السنان اللي هي لسه طالعة اللي هي الورم لا زرق داوت ده اسمه الربشانسيس ده بنشيله بالليزر الحاجات اللي هي ممكن تتعلم في عندنا حاجة خطيرة جدا جدا وتقرق الناس كلها حاجة اسمها الأفسس ألثر اللي هي قرح الفم اللي عند الناس اللي عندهم إمساك والعصبي كل شوية عنده كل شهر تطلع له لا يقدر يأكل ولا يشرب ولا ولا كلام دا كله ده بمجرد ما بيجي بنمشيله عليها بالليزر بتخف فوري حساسية الأسنان اللي احنا كنا اللي احنا كنا الناس اللي عندها حساسية للأسنان بنستخدم الليزر بنمشي على جدور دي بيمنع الحساسية نهائي الصوفت ليزر بنستخدمه فيه طبيض الأسنان بدل ما بقعد أعمل جلسة اللي هو الطبيض الضوئي لمدة تلت ساعة واعمل ثلاث جلسات لا دا هو جلسة واحدة في خمستاشر ثانية تك تك سنان تبيض ده بالليزر وما لوش يا دكتور اي مشاكل خالصة تبيض خاصة بالليزر يعني لا 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 خالص ده سريع وجميل وحلو اوي زي الفل وبيبقى بيقعد فترة اطول من اللي هو طبيض الضوئي تمام طيب احنا ده كده الصوفت الهارد بقى يا دكتور الهارد ليزر الهارد ليزر هو كل ما يتعامل مع الانسجة الجاملة زي السنان بمعنى ايه عايز اعمل حشو يتعامل بالليزر بشير التسويس بالليزر ما بيبقاش مؤلم نهائي العيان من غير بنج ده بيقدر يعمل لي الحشو يعمل لي الكافتي مالوش عندنا غير هذا الاستخدام فقط فقط بس بنأمل ان هو علشان اعمل تركيبات سابتة ان هو يبرد لي السنان ويديني الشكل اللي انا عايزه ياريت لسه موصلوش هما للقصة دي لا ان شاء الله كل حاجة بتتطور بشكل سريع وفي جديد فعلا في علاج وطب الاسنان طيب يا دكتور استأذنك نطلع فاصل وبعض الفاصل نكمل ماشي اوكي اعزائي المشاهدين فاصل صغير ونرجع لكم تاني اعزائي المشاهدين برحب بحضراتكم مرة كمان وحلقتنا النهاردة بنجاوب فيه عن كل اسئلتكم وصفصاراتكم عن طب الاسنان الجزء التاني بيشرفنا النهاردة في الاستوديو استاذ دكتور وجدي عبد المسيح استشاري جراحة الفم وزراعة الاسنان ماجستير جراحة الفم والوجه والفكين وزراعة الاسنان دبلوم الدراسات العليا في جراحة وأمراض الفم دبلوم الدراسات العليا في الاستعادة الصناعية للأسنان حصل على دبلوم تقويم الأسنان بألمانيا وزميل جمعية زراعة الأسنان بكاليفورنيا برحب بحضرتك مرة كمان يا دكتور أهلا بحضرتك زي ما دكتور ما احنا مكملين حلقتنا والأسئلة اللي جات لنا من المشاهدين على صفحة البرنامج صراحة أسئلة كتير وحضرتك يعني حابين ان انت تجاوبنا عليها حد بيقول أنا عملت تركيبة زركن في أسناني ولكن دايما رائحة الفم كريهة هل تركيبة هي السبب ولا ممكن يكون في مشاكل تانية هو عملت تركيبة زركن زركن ده من أفضل الخامات اللي احنا بنستخدمها حاليا في طب الأسنان وتركيبات غالية ليه عملت ريحة؟ السؤال نسأله عشان نبقى الناس فهم ليه عملت ريحة؟ في فراغات ما بين التربوش أو ما بين التركيبة وما بين السنان وبين الليس وبالتالي بتحشر أكل الأكل ده ما بيتغسلش القصة التانية بيحصل له ايه؟ بيحصل له نوع من أنواع التعفر تعفر تدج عنه ريحة فيرجع للدكتور بتاعه علشان يشوف العف فين ويبتدي عالجه وغالبا هيغير التركيبة ولازم يا دكتور يكون التحركات سريعة في حاجة زي كده لأن ده ممكن يؤثر على الأسنان نفسها زي ما حضرتك هيعملت تسويس وتأكل في الأسنان اللي تحت التربيش وبالتالي هيخسر الدنيا كلها طيب سؤال كمان أنا عاملة كذا تركيبة تجميلية ولكن لما باجي نظفها بقى بخايفة جدا فما منظفهاش خالص ما هو التركيبة التجميلية دي هي تقصد به الفينير ليه؟ لأن الفينير كسير السقوط كسير السقوط لأن التكنولوجيا بتاعة لازق الفينير من الحاجات اللي هي في وقت بالأوقات من الخمس ست سنين اللي فات ما كانتش متقدمة دلوقتي تقدمت جدا جدا واللازق بتاع الفينير بقى في منتهى القوة فما بيقعش فهو ده بيعتمد على توقيت العمل هو فيه الفينير تمام؟ يعني لو لسه حديثة دي تبقى يعني الدنيا بالنسبة لها أمان لكن لو قديمة دي بقى هي اللي فيها المشكلة هي المفروض تحافظ على نظفتها ونظرة السنان ولو حصل حاجة ترجع للطبيب المعالج يعني دكتور تنظفها بيكون سهل زي تنظف الأسنان تنظيفها جدا 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 كأنه فيش حاجة محطوطة بس بتكون بصورة يعني أهدى شوية من الأسنان العادية عشان ما يحصلش آية ساكت لو قديمة بنستخدم ميديا فرشة ميديا سؤال كمان واحدة بتقول أنا زوجي عنده مشكلة في درسه لأنه عامل حشو دروس من عشر سنين والجانب اليمين عنده يعني زي فيه ورم جامد جدا إيه علاجة دكتور وممكن يكون إيه السبب أصلا في الورم ده الحشو اللي من عشر سنين فيه احتمالات كتيرة قوي يعني يكون إما السنة قسرت أو الحشو وقع أو السنة سوست فعمل الخراج الخراج ده ما كانش ليه أي نوع من أنواع الأعراض والألم فبدأت العصب يموت العصب يموت بالراحة خالص برضو من غير ألم عمل لي حاجة اسمها كرونيك أبسس اللي هو الخراج المزمن الخراج المزمن ده هو مش حاسس بيه وعايش ومتأقلم ما عندهش أي مشاكل حتى ما رحش يفكر يكشف أول ما حس بيه أول ما ورم عمل الخراج وورم هو ده أول صاين الصاين إما يجي قلم شديد يروح يكشف أو أكل بيتحشر وبيوجعه هو بيأكل أول مرة واحدة بس ده كده محتاج يروح للطبيب وغالبا يا دكتور يعني هيعمل بقى هو على حسب حالة الدرس وعلى حسب الحشو اللي كان معمول فيه كان مثلا نفسي معمول فيه حشو عصب قديم هيتعامل معاه أو هيتدي يعمله حشو عصب أو فيه خراج كبير فيه تأكل في العض هو بقى هيتعامل فيه على حسب الحالة غالبا إحنا في مثل هذه الحالات ما نوفضلش الخلع عشان ما ندخلش العين في متاهات التركيب والزراعة بالنسبة للحالات اللي زي كده فيه حالات بتجلنا آه ويرم وكل حاجة ما بنخلعهاش بنبتدي نعمل حشو عصب ومن خلال أدوية معينة ومطاهرات معينة بنقدر نعالج الورم وبنقدر نعالج العصب وبنتحش حشو عصب بتعمل عليه تربوش بيبقى حلو قوي زي الفور ده في حالة يا دكتور لو الجدور نفسها بتاعة الدرس سليمة تماما لكن لو حصل بقى طبعا أي مشكلة في الجدور الجدور على حسب الورم اللي موجود فيها هل هو ورم لحمي ولا كيس ولا خراج ده كل ده بيقدر يحدده الطبيب تمام سؤال كمان واحدة بتقول أنا والدتي عاملة طقم أسنان متحرك وكل يوم بتشيل الطقم بالليل وبترجع تركيبه تاني بالنهار لكن الطقم حاليا بقى بيتعبها جدا ومش عارفة تاكل عليه السبب اللي خلى الطقم فجأة بقى مؤلم بالنسبة لها وإيه الحل هو طقم السنان زي ما احنا قلنا في الأول أنه هو بيعتمد على العضم واللسه في تثبيته كل ما زادت المساحة كل ما كان تثبيته أسهل بمعنى أنه هو زي ما قلت لحضراتك لو جبنا شريحتين تو سليس الصغيرين وحطينا نقطة مية هنشله إنما لو جبنا لوحين إزازة لا يمكن هنقدر نقرب فهو اللي حصل أن العضم بتاع الفك من كتر الاستعمال بدأ يدوب وبالتالي المساحة بدأ التقل العضم بيدوب بيحل محله أنسجة رخوة الأنسجة الرخوة دي مش حاجة سبتة فتبتدي الطقم يتحرك وهي بتاكل غير كده إنها قبلا للتقرحات وقبلا للتعوير فهي قصة كلها في السبات عضم داب حل محله أنسجة رخوة دي بنحاول نساعدها نمرأ واحد حلول الصح إن احنا نغير الطقم أو نبطن لو الطقم مريحة أنا في مثل هذه الحالات ما بغيرش الطقم أعمل له بطانة على الوضع اللي هو وفيه بطانات حلوة قوية بتتعامل دلوقتي اسمها الصوفت دي بتبقى مريحة أو بتعالج الأنسجة دي لو فيها تقرحات بتنشفها وبتخليها حالة الحاجة التانية ممكن نستخدم اللي هي المعاجين الأسنان اللاسقة بتاعت السنان الصناعية دي بطريقة معينة بتستخدمها فبتسبت الطقم فبعليهاش التقرحات يا دكتور كده هتقدر تشيلها كل يوم ما بتشيل كل يوم هي ما بتلزقش لا الصبح أو قبل الأكل بربع ساعة وبعد كده بتشيلها وده المريض هو اللي بيستخدمها هو اللي بيستخدمها والتعليمات بتبقى موجودة على العلبة وكل حاجة طيب يا دكتور فيه طبعا حباك عارف يعني يعني هي بتقول والدتي يعني ستات كبار أو يعني أي حد كبير ممكن معرض أنه هو فجأة يخس أو يدخن وده طبعا دكتور بيبقى ليه تأثير على التركيبة أو على الطقم طبعا طبعا وده الأساسي إنه هو ضمور في الأنسجة هو اللي بيقولك إنه هو طقم وسع ولا أولا طقم ما وسعش هو طقم حجمه سابت بس الأنسجة هي اللي خست تمام وطول ما الطقم طبعا في حركة أو فيه ممكن وهي بتتكلم ينزل أو يتحرك أو حاجة طب عشان كده إحنا بنساعدها بمعجيل الأسنان للصناعية اللي أسقى ده الحل الوحيد يا دكتور لا بنا أقولت كذا حل يعني من ضمن هي لو مش عايزة تعمل أي حاجة مش قادرة يعني الموضوع خفيف ممكن أن الصعيد بيبقى حلو جدا تمام وبتقدر تاكل عليه كل حاجة تمام سؤال كمان بيقول أنا عايزة أعمل زراعة أسنان الأمامية ولكن خايفة جدا من اللسة لأنها دايما فيها التهابات شديدة عايزة تعمل زراعة أسنان أمامية لكن عندها التهاب شديد في اللسة التهاب الشديد اللي في اللسة ده سببه إيه؟ أول حاجة ده هنسأل فيه سبب إيه؟ هل هي خلعة السنان اللي موجودة اللي هي عايزة تزراعها أو لسه ما خلعتهاش؟ هي لو ما خلعتش السنان يبقى هي بتسأل على التهاب اللسه اللي حواليني السنان تمام التهاب اللي لسه شديد اللي حولين السنان اللي لسه ما تقلعيش او مجدور سببها تراكم الاكل في المنطقة ديك فبتعمل التهاب او وهي بتاكل عليهم بيتحشر اكل او هي بتاكل عليهم فبتعور فدي مش مشكلتنا خالص في الزراعة لان احنا بما بجرد ما هنشيل الجدور او هنشيل السنان هتختفي هذه الالتهابات وهنبتدي احنا نتعامل معها بطريقة او باخرى بحيس ان ما يكونش فيها التهابات وعادة قبل ما بنعمل اي جراحة او اي تدخل اي حاجها بتتعالج قبلها تمام واحدة بعدها بتقول انا خلعت اخر درسين في الفك السفلي وعايز اعمل تركيبة هل يمكن التركيبة ان هي تتعامل ولا صعب عشان دول اخر درسين خالص في الفك هنا تيجي زراعة الاسنان بتفرض نفسها لا يوجد حل اخر الا ان هي تزرع الدرسين دول من الافضل حاجة هي زراعة الاسنان معمولة عشان حالة دي اعم لو مش هقها سبت فين وسيلة التثبيت عندي هنا زراعة وهي لو لسه خلعها من دلوقتي يبقى حل وقام تمام يبقى جوء اهد طب يا دكتور هل مثلا في وقت معين انا مرتبطة به في زراعة الاسنان بعد الخلع افضل وقت افضل افضل وقت احنا بنفضله تمانية وعشرين يوم بعد اخر خلع ولو عد بقى ما يجرىش حاجة مفيش مشكلة بس بيبقى اسهل في العملية واسهل في كباب نفتحش هو لسه الجرح ما قفلش بس يتكون عضم لين اقدر احط الزرعية في اي مكان انا عايزه اصلا مشكلة الزراعة الفورية في الدروس في الاسنان الامامية والاسنان ذات الجزر الواحد انا ما عنديش مشكلة هشيل جدر وحط الجدر انما انا عندي درس فيه تلت جدور هحط الزرعية في اي جدر انا عايز احط الزرعية في النص بالزبط ما عنديش نص هنا النص مش هيستحمل فاقل اللي بيحصل استنى شهر الجدور دي تقفل يتكون فيها العضم اللي هو العضم الاطفال دوت وقوم زرع في النص لو عندي درس تحتاني في عندي جدر ناحية دي جدر ناحية دي بس استنى التبانية وعشرين يوم او الشهر او الشهر ونص حل وقوي وقوم زرع في القصة دي ما بحتاجش بقى عضم صناعي اللي احنا كنا بنتكلم عنه ان انا خلعت وعايز اكمل هنا عضم وهنا عضم بتوفر علي وقت وتوفر علي مجهود تبقى حلوق وبعدين الدروس كمان يا دكتور يعني مستخبية يعني مش هيبقى عندنا استعجال خالص ان احنا نحاول ان احنا المنظر التجميلي او ان انا اروح الشغل الفوري عادة الاسنان الامامية فقط فقط ماذا سؤال انا عندي سنتين الاماميتين من الفك السفلي بيتلخلخوا جامد قوي وخايفة اخلحهم عشان خاطر المنظر والشكل العام فاتصرف لازاي دولت بتعمل لهم زراعة فورية تمام وبتعمل لهم طربيش مؤقتة بلاستيك وصيارة ما بيجيش جنبها اي حاجة خالص بالفك الفؤاني يعني بنعمل يعني لو المستوى بتاع السنين كده انا التربشين اعملهم كده تبقى سهلة جدا زي الفوري تمام او بحط الزراعتين بتوعي وبحط السنتين ان شاء لو يتحطوا حاجات صغيرة قوي كده هحشرينها ليها مية حل يعني لمجرد بس ان انا اوصل للوقت اللي انا هقدر يعني احط فيه بالزبط اه اه بتعمل السنتين بيتلزقوا في السنان اللي جبها بمواد حديثة تبقى حلوة جدا طب دكتور هي السن دي الاسنان الامامية يعني حضرتك عارف القطن بقى والكلام ده مانا بقولها اتنين ملي تحت لا يعني ده يعني ما فيش اي مشكلة خالص اللي تحت اسحل من اللي فوق اللي تحت هو اللي بيخبط اللي فوق اه انما اللي فوق هو اللي بيتخبط فبقى ريحية شديدة اقدر ازرع اللي تحت فوري اللي فوق لا خافي تمام انا سيدة عمري 30 سنة وعندي مسافات كبيرة بين أسناني ودايما عندي التهابات في اللاسة بسبب تراكم الأكل زي ما حالا كنت بتقول انه ممكن يكون سبب من أسباب الحساسية تراكم الأكل طيب المسافات دي مسافات أمامية ولا مسافات خلفية هي مش كتبة بصراحة يا كتبة ان هي عندها مسافات كبيرة بين الأسنان وده عمليها التهاب في اللاسة وفي علاج ممكن يساعد في الحد من الاتهابات دي طيب هي بتتكلم على الجيوب اللي بتعمل فيه فراغات ما بين الأسنان وبتعمل الاتهابات دي جيوب الأسنان ايه هي جيوب الأسنان ده موضوع حلو قوي و جميل نتكلم فيه اللي بيحصل ان مع الوقت ان بيحصل ضمور في العظم المفروض ان العظم اللي ما بين السنان مسلس مع الوقت والعمر وما فيش تنظيف يبتدي المسلس دوت او الهرم دوت يقل 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 فده مالي الفراغات ما بين السنان اللي بيحصل بعد كده ان الاكل يتحشر فيه الاكل يتحشر فيه زي ما قلنا ما تنظفش هيتعفن هيدغط على العظم هيعمل لي ضغط هيعمل لي توكسنز سموم تدوب العظم يزيد هذا الفراغات ده اللي احنا بنساويه بالجيب الجيب ده من اسوأ الحالات اللي بيتعرض ليها طبيب الأسنان لان الغاية دلوقتي ما ما فيش علاج يومي سهل بسيط نقدر نعالج بيه هزا الجيب بنحتل عليه بطرق او باخرى علشان اسده خدت بالك ده علاجها ان هي وبعدين بيبقى مصاحب للجيب ما اسوأ ان هو السنان اللي ده بقايا الاكل اللي دوابط العظم عملتلي تسويس في الجناب في الدرس ده والدرس ده هي في مثل هذه الحالات بننظف الجيب وبعد ما برضى في الجيب بعمل حاجة اسمها الكريتاج وعلاج للسه وقوم حاشي الدرسين بحاول اسد بيهم هذا الفرق ده حل من الحلول الحل التاني ان احنا لو بفيش تسويس بننظف الجيب بنشيل الرواسب في مواد الوقت بتيجي العيام بنحقنوا بيها كل اسبوعين بنعمله جلسات بيساعد على ان اللسه تلتأم والعظم بيبتدي مش هنقول بيانمه تاني بيخلي الانسجة تلحم في بعض فبتمنع دي المسافات الدروس الخلفية مسافات أمامية اه بس عند الحتة بتاعت الحقن والجلسات بتقول كل اسبوعين بيتمنع حقن هل دي يا دكتور يعني وقتها او فترتها والجلسات دي بتكون عددها قد ايه بتبقى حولي تمام جلسات هو مش حقن جوه الانسجة ده هو انا بحقن المنطقة الفرغة دي بمادة مغينة عشان تمنع الأكل انه هو يتحشر فيها مواد مطاهرة بتساعد الانسجة على انها يتخف اللي هو الهيلينج كيورينج ده المودة يرجعها للحدات الصحية ثمان جلسات وممكن اقل على حسب المسافات وارد انها ترجع يا دكتور بعد سنة سنتين ثلاثة واستمر السبب هترجع الحالة اه لو اكل بيتحشر وبغسدش سناني وما بعملش فلوسنج وما بستخدمش الفرشة ثم هترجع يعني دي كمان رجع للمريد نفسه اذا عرف السبب بطل العجب ولو اهم عندنا حاجة في الطب لو عرفت السبب هتعرف تعالك بس فانت لو شلت السبب ما انت خلاص عليكت اكيد نرجع بقى دكتور الأسنان الأمامية لا سنة الأمامية لو هي فيها فراغات لو هي ما فيش فراغات ما بين السنان اللي هي احنا بيقول على الفلاجات دي ده موضوع تاني خالص انها هي لو فيها نفس الموضوع بيتعالج بنفس القص ودي نادرا ما بتحصل لان احنا اساسا بنقف نغسل سناننا بالفرشة ها هم القدامانين دول بس فبتبقى نادرة شوية تمام سؤال كمان يا دكتور انا نفسي اعمل الفنير هل ينفع اعمل الفنير الأسناني دون برد ولا لازم اعمل برد للأسناني لو عملنا فنير بدون برد خالص بنفضل الإيماكس ده حلو بطلع شكله حلو وجميل وزي الفل بس ومشكلته انه هو غالي انما لو هنستخدم مواد أرخص والإمكانيات لا تسبح هنستخدم فيه انواع متطورة من الزركم أرخص شوية بس بردو لازم ينفع معها برد يعني لازم يحصل معها برد بيبقى حاجات طفيفة اه حاجات طفيفة عندنا آآ أدوات دلوقتي بتحدد السمك اللي أنا هشيله فعندي كذا اختيار بتناقش معه مع العيان ويبقى عارفين الدنيا فيها ايه خدتي بالك وكل حاجة بيبقى لها التارجت او الهدف بتاعها انت هتعمل ايه كل ما هتشيل كتير كل ما الدنيا هتبقى أرخص كل ما مش هتشيل كل ما الدنيا هتبقى أخر دكتور يعني ايه دايما مشكلة المريض مع ان هو يبرد السنين هل هو خاف عالسنة انها تضعف ولا ممكن يكون مؤلم بالنسبة له يعني ليه دايما المريض بيعترض على قصة البارد عشان ما يبقاش حبيس الفينير طول عمره اه هو لازم يبقى ملتزم بالفينير طول عمره انما هو انا ببردش حبي يشيلهم ارجع لوضعي القديم انا ما عنديش مشكلة اه ما يبقاش تحت سيطرة او احتياج لحاجة معينة بردت هيبقى فينير خلاص الموضوع بودته ما بردتش خلاص اصرفت فلوس انا مش عايزها ورجعت لطبيعي طبيعتي العادية ما عنديش مشكلة مشكلتي في فلوس اللي دفعتها وانا ما استغني عنا ام تمام انما عايز استغنى عنه وما استغنى مش عايز هي قصة هل برد يا دكتور البسيط ده ما بيأثرش يعني على مظهر السن ما فيش حاجة بيأثرش حضر بدك لازم هيأثر بردك تشيلت جزء من المينة اه المينة لو تشيل منه جزء وسبته عريان بيتصبغ بيبقى لونه وحش اه يعني اي برد اي برد مش مشتحب خالص مش مشتحب خالص بصي احنا المينة بتاعت السنان طبقتها ملي ملي ونص لما ببرد منها نص ملي ما عنديش مشكلة انما لو بردت الملي ونص عندي مشكلة خطيرة بس فانت في حديده الملي ونص دولة قبل ما تتكلهم كلهم ما عنديش مشكلة كبيرة قوي ممكن بعد كده تتنعم وتتصنفر وتبقى حلوة زي الفل قد تبالك اه اي دي كل قصة فيعني لو ارا ببرد بعمل في حدوده نص ملي انا حلوة قوي زودت لا انسى عشانا بتتكلم بصراحة ايوة لا يعني احنا بجد بنحترم صراحتك جدا يا دكتور و امان عن مال المريض في خلال نص ملي وبعدين طب لو العيان جالي وهو المينة بتاعه كله نص ملي لا بقوله ببردش طبعا فهماني بس انما السيكنيس بتعمل له اشعاته بنقيسه بنقيس السيكنيس بتعمل الانامل بنشوفه يعني تمام وعلى هذا الاساس بنحدد يعني حضرتك برضو لو جي العيان وعايز يعمل فينير ولقى لقيت حضرتك المينة بتاعته مش مش هنعمل من غير برضو هنختار ساعتها النوع الاغلى شوية بس المهم السنة تفضل زي ما هي وما يحصل بيطلع نتايج هو بيتأقلم عليه وبيقى ماشي الدنيا حلوة بقى ماشي الدنيا حلوة بنشكر حضرتك جدا يا دكتور على المعلومات القيمة دي وفعلا يعني حضرتك جوابت على اسئلة كتير ممكن تكون كانت عامل لنا مشاكل كتير في اسناننا وفي حياتنا شكرا لك يا دكتور جدا شكرا لك حضرتك كان معنا نهاردة أستاذ دكتور وجدي عبد المسيح استشاري جراحة الفم وزراعة الأسنان ماجستير جراحة الفم والوجه والفكين وزراعة الأسنان دبلوم الدراسات العليا في جراحة وأمراض الفم دبلوم الدراسات العليا في الاستعادة الصناعية للأسنان وحاصل على دبلوم تقويم الأسنان بألمانيا وزميل جمعية زراعة الأسنان بكاليفورنيا ودي كانت نهاية حلقاتنا استنونا في حلقات تانية من صحتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة